اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول خطوة في تنفيذ بتاعتنا هنعمل اسمها ماكرو هيكون فيها اه اي دي و اه ليست اوف كومنتز وكرياتي دقائية الطايمستامب يعني ممكن نحط له نيم بقى تحط له اي بروبرتز اللي انت عايزها بس يعني المين بروبرتز هم تو بروبرتز والاي دي والكومنتز وعندنا سنجلتون كلاس كده اسمها ماكرو ستوريج دي المفترض يعني اللي هي بتاخد الماكروز وتحتفظ بها في الداتا بيس بقى او في جيسون او ايا كان الستوريج البرزيستانس ميديا اللي انت عشتشتغل عليها احنا دلوقتي يشغلين في الميموري يعني خلاص وعندنا private list variable كده اسمه ماكروز وفيه مثود جواها اسمها كريات ماكرو بتاخد مني list of comments وبتكريات new ماكرو وتضيفه في الليست وبتلوج بس الماكرو ده saved بالايد الفلاني علشان نقدر نعمله ريبلاي بعد كده وعندنا مثود اسمها جيت ماكروز بترجع لي كل الماكروز ازريد انلي لست علشان نطبعهم في الكونسول واليوزر يختار منهم وعندنا مثود تانية اسمها جيت ماكرو بتاخد مني الايد وترجع لي الماكرو اللي بالايد ده تمام طيب الخطوة اللي بعد كده فيه بس تعديلة صغيرة خالص هنعملها في زودنا مثود اسمها المفترض ان انا بعد ما نفذ كل الكمانس اعمل لها خلاص الليستة دي المفترض تفضى وتبدأ تعب من اقوله جديد طالما نفذت خلاص كل بتتمسح من عندي آآ وبعد كده في خطوة كمان تعديل صغير خالص هنحتاج نعمله في هنا احنا قلنا مبارح آآ او في الفيديو اللي فات يعني قلنا ان آآ الكماند بيحتاج حاجة اسمها الريسيفر الريسيفر اوبجيكت ده فعليا هو اللي بيكون في البيهيفيور اللي المفروض يتنفذ الكماند ما هو الا راجل بيروح ينادي بس البيهيفيور مثل دي تمام طيب احنا قلنا ان الماكرو ده انا بقدر اعمله على اي اوبجيكت فبالتالي المفترض ان الريسيفر اللي في الكماند ده اقدر اعمله في اي وقت لما اجعمل عملية الريبلاي قبل ما هي سيت الريسيفر اللي هي عليه مظبوط كده فاحنا هنحول دي هنخليها خلاص ليها يعني طبعا بابسط طريقة يعني خلاص وهنعمل لها انشالاي زينا عادي جدا بس انا كده بقى عندي امكانية ان انا قبل ما اعمل الريبلاي للكوماند ده است الوردر بتاعه طيب عندنا تاني هل محتاجين اه ان احنا نحول الريسيفر بتاعه لبروبرتي لأ مش محتاجين ليه لان البروداكت ثابت يعني هو اللابتوب هو اللابتوب اه هي الكيبورد الماوس هو الماوس البروداكت ثابت فبالتالي لأ انا هحتفظ بالريسيفر مع الكماند عادي مفيش مشكلة لكن هي اللي فيها مشكلة لان انا كل شوية بكريات نيو اردر فالريسيفر هنا بيتغير مش نفس الريسيفر تمام يا ريت تاخدوا بالكم كويس من الكلام اللي انا قلتو ده كده احنا ضفنا المطلوبة لعملية الماكرو ناقص ان احنا نعدل بقى بتاعنا ونشوف الدنيا هتمشي معنا ازاي تمام طيب هنيجي هنا نضيف اربعة وخمسة اربعة وخمسة اربعة ده هنقول له مسلا وخمسة ده تمام طيب هنيجي في الاف كونديشن طبعا الاف كونديشن دي اجلي جدا يعني بس انا ايه ده فور سمبليستي احنا عارفين بقى اخدنا كم ديزاين باترن قبل كده نقدر نضبط بهم الاف كونديشن دي اربعة ايه اللي انا عملتو ده معلش اربعة هنعمل ايه هنا ها هنقول له ماكرو دوت كريت ماكرو اه عايزين نعمل جوه الانفوكر اسمها جيت كومنس علشان اخد منه احطها في الماكرو اللي انا هنفزه تمام هنعمل هنا اي كومنت ودي هترجع لنا ايه ها كومنس دوت از تمام طيب اخدتوهم انا هنا هعمل ايه بقى بعد كده ها انفوكر دوت كومنس خلاص هفضيهم طالما احتفظت بيهم في ماكرو خلاص همسحهم من الانفوكر وخلي الانفوكر يعد من الاول طيب عندنا بقى اوبشن رقم خمسة بقى مربط الفرز بتاعنا هنعمل هنا اسمها نفصلها في كده علشان بس الدنيا تبقى يعني لحد ما منظمة عارف ان الكود يعني وحش جدا طيب خليني بقى ايه علشان الوقت ما يجريش مننا بس هجيب الكود واشرح لكم لاين باي لاين تعالى طيب في ماكروز دي بنعمل ايه ها اول حاجة بقول له انتر الاسف انتر ماكرو اي دي وبعمل له بعالة كل الماكروز اللي عندي في الماكرو ستوريج وبالوج بكتب في الكونسول الاي دي وبقول له كده كمعلومة يعني مجرد معلومة الماكرو ده في كم كومند وكريات الوقت الفلاني وطبعا لو الماكرو كمان لي اسمها هتكون الدنيا اوضح كتير طبعا اه بعد كده باخد الماكرو اي دي اللي الراجل اختاره وبجيب الماكرو اوبشيكت نفسه من الماكرو ستوريج دوت دوت جيت ماكرو وبعمل هنا نيو اوردر نيو ريسيفر او ده نيو ريسيفر اوبشيكت اللي انا هستقبل عليه او اللي انا هريبلاي عليه الماكرو بتاعتي اللي انا احتفظت بها في الماكرو تمام هنعمل طبعا نيو كومند انفوكر وبنعمل هنا على هنا انا بعمل لو دوت نوع او غير لي الرسيفر بتاعه تمام لو انا كل بتاعتي اه محتاجة غير الرسيفر بتاعها فخلاص احنا ممكن نسيت اه بروبرتي جوه الانترفيس نفسها اسمها ريسيفر وتكون من نفس النوع لو كلها بتاعها من نفس النوع وما نحتاجش ان احنا نعمل دي فيعني الحتة دي ممكن تتزبط بكزا طريقة حسب عنك خلاص بشيك الاول لو هو بتاعنا وبعدين بضيف الكومند ده في وبعد ما بخلص خالص بقول له سهلة سهلة جدا 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 يلا نشغل ونشوف طيب هندخل كده ايه واحد اه واحد اتنين مسلا وهقول له احتفظ لي بداف مكرو اربعة قال لي مكرو تمام نعمل مكرو جديد اتنين مسلا تلاتة اه بس اتنين وتلاتة ونقول له سيف مكرو كمان طيب نعمل واحد وتلاتة وسيف كمان مكرو كده عندنا تلاتة مكرو طيب عايزين نعمل لهم ها خلينا نقول خمسة فقال لي انتر مكرو اي دي عندي مكرو في ستة كومندس ليه ستة لان احنا لو تفتكروا احنا مع كل اه اد برودكت كومند بنضيف كومند تاني اللي هو تمام فاحنا عندنا تلاتة اد برودكت وتلاتة اد برودكت وتلاتة اد وهاكزا طيب خلونا ننفذ اول واحد كده اشوف قال لي كزا كزا وهكزا شغال معي طيب نعمل للمكرو اللي بعد كده ناخد مسلا مكرو رقم اتنين ارد كيبورد ادد الكيبورد الاستوك بتاعها تشينجت تو تمانية واربعين تمام لو فوق هنا لو تفتكروا في المكرو الاولاني كانت برضو موجودة معنا الكيبورد فالستوك بتاعها كانت تشينجت من خمسين لتسعة واربعين وبعدين هنا نزل لتمانية واربعين فهو بييفكت معي عادي جدا ننفذ مكرو كمان اخر مكرو معنا ها تلاتة اهو شغال فانا كده ايه اللي انا عملته انا احتفظت ده او المكرو دي المكرو اوبجيكتز ديت احتفظت بيها مسلا في او في اي ان كان بتاعتي وديت امكانية لليوزر اقول له والله يا عم الحج انا هرياحك جدا بدل ما انت كل شوية تاعب نفسك وعملت ضيع وقتك وموجودك وتوجع صوابعك في الماوس والكيبورد ويجي لك كاربل تانل لا يا عم انت احتفظ باللستة دي بالكومنتز دي كلها وديها رقم او اديها اسم وتعالى بس اختار قول انا عايز انفذ المكرو الفلاني انا هنفذه لك وهرياحك من كل وجع القلب ده سهلة سهلة جدا ودي احد مميزات الجميلة جدا دي نشوفكم في الفيديو الجاية ان شاء الله واللي هنطبق في الاندو بورده باستخدام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته